اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن وصف الله بنعنى من معاني البشر فقد كفر واشتركوا في القناة اشتركوا 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 في القناة ما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وسلامة الدين غنيمة لا يعنيها شيء فإن سكدت نجوت أما إن كلمت فيما لا يعنيه وفيما لا تعرف فقد يجر كذلك إلى الهلاك واسمعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الماروان المخرين ورسل والتربزين إن العبد ليتكلم بكلمة كلمة لا يضع بها مأسا يهجب بها في النائق أبعد إما بين الأشرق والنظر وفي رواية الحديث يهجب بها يهجب بها أين في جنمى سبعين خريفا يبقى في جنمى نازلا فيها ضمن جنمع إلى النصف إلى بعض والرسول يقول عليك بطول الصمت إلا من خير في الخير قل وأحسر في الخير قل ولا تسود في الخير إذا قال عليك بطول الصمت إلا من خير فإنه فإنه مقرض للشيطان عنك وعوم لك على نبل الدين لذلك قال شيكنا رحمه الله محمد واسعا اسمعوا هذه العباء واخرضوها اسمعوا هذه الكلمة التي فيها حكمة عظيمة التي من عمل بها نشأ وأمنا من كثير من النهائي حفظ الإنسان يساعد على حفظ الدين حفظ الإنسان حفظ الإنسان يساعد على حفظ الدين وحفظ الإنسان يا إخواني يكون نجاة للإنسان فلا تكونوا ممن يتكلمون شهوة ما معنى هذا؟ بعض الناس شهوة يتكلمون شو يعني؟ أي فيما لا أصلحة فيه يتكلمون ما معنى هذا؟ أي أي فائدة يتكلمون بمجرد الحقيق بس لين في الأنظار الناس تلقوا أنهم عمدوا حكم عمدوا يسليهم ينظر ماذا يريد الغوغاء؟ يعطيهم الغوغاء إذا تعود مع مشوبة منا تعني؟ هديوهار مصحب الإنسان؟ بالدنيا مصحب يتحقوا عليه؟ فتعطيهم ذلك؟ لا احفظ ما شكا لا تكون موحدة من الناس بعض الناس إذا أردوا مع شخص وكان ممن يفكر قبل أن يتكلم يحفظ لسانهم لا يتكلم إلا في خير الغوغاء لا يعشقهم هم شو بيصير وضيحوا عليه؟ لأنه وعيد المشلس مبيعك في سير وبعضهم ما سيقول بيضع لسانهم وبعضهم ما سيقول مبيعك في تحكي وبعضهم ما سيقول شو هم تخير الدماء؟ لا نقيم لا يعشقهم هم مع أن الرسول ماذا أوصانا؟ عليك بطول الصبت إلا بالخير عليك بطول الصبت إلا بالخير لذلك يا إخواني هذه المقدمة لنصل إلى مسألة المهمة وهي أن التكالم في الدين بغيث علم إن كان في التفسير أو في الحديث أو في العقيلة أو في التحليم أو في التحليم بغير علم مهلة التكالم في هرب بغير علم مهلة يعني حتى تعبير المنام حتى تفسير المنام ما انت ولدا من تفسر إنما له أهل له أهل تعبير المنام تفسير المنام ليس لكل عالم صور أقول لك عالم اللي هو حق العالم مشكل عالم تفسر المنام تعبير المنام ليس لكل وليد أقول لك وليد بس مشكل وليد يعبد المنام فهذا عندهم الله يرطيه لبعض الناس لبعض الأولياء لبعض الأولياء ليس كما يقول بعض الناس مما لم تكسر المنام اليهودي والمجوسي والبوزي والهندوسي والصريحي والخيلسوف شو الله تعلم هذا العلم النهبوب يعني لو بدك تكون تكون عجيما أو معنا أو ضعوا عن المشايل وتقرأ أجل من الكتب تفسير المنامات وبعضي المنامات لما تصير معبر لأنه هذا علم الله يختح به على بعض الأولياء مش على كل الأولياء على ضعوا الأولياء هذا العلم الغير محصّل للدراسة لكل جامعات معنا مشايل لا يحصّل للدراسة إنما هذا العلم اللذني العلم الموهود الله يغضيه لبعض الأولياء هذا التسيرين رضي الله عنه علفة لكسير المنجد طيب مش كمعان إمان وليه مجتهد مجتهد من الشيخة مجتهد إمان في العلم الله أعطانه هذا العلم غير قدي الشيخة مشهور بالعلم الشيخة أتي مشهور بالعلم مالك أتي مشهور بالعلم ما يفعلهما أنه ما يفسرانه ويعبرانك مية سبحة لبعض الأولياء هذا العلم الله يختح به على باب أولياء سيدنا أمان سيرين مع حضر ولي معانب مشتهد وفقير وإيمان وممشع رأى رؤيا لنا رأى سيدنا يعبدو وسيدنا يوسف عليهم الصلاة والسلام قال له سيدنا يوسف افتح فمكا فتح فمكا فنفح له فيه لسيدنا يوسف وقال له عبر الله فتح عليهم الله أعطانه ذلك إذن مش تطلوا هالي عمان مع تلفزيونات قال برانش عكتلي فوهن قل بخصرنا ممين فتصلوا لك قال له شك بالمهان صرصار بالأجل المصري قال له شك بالمهان صرصار عم تركي مصري هوه ومصري قل بدي عمانش قال له صرصار من الصرصار صرصار يعني أنت تتكلم كتير تحكي كتير صرصار طلع معه الصرصوم يعني هي صرصارة قال فالسبل من المشي لها هادفة أيوك قال له من أثر شنو الحاجة هنا هاي بيكون تعديل المنام إجهوا الانعج اللي نصيرين شايفينه نفس الغرية نفس الغرية واحد قال له لم تتحش والتين وقال له أنت تقطع يده نفس الغرية وهذا حشو هذين يقضي عنه شنو يزوت نفس الغرية عبروا هذين عبروا لي ذلك إذن تبدو التكلم في أمور الدين وما يترشي من العلم لا نستطع فنتكلم بأخواننا بآواننا وهنا نصل إلى فائدة مهمة التكلم في أسمان الله يسمى أو في نسبة ما لا يشكث نسبته إلى الله هذا خطط عظيم ماذا قال عبدالله الإسلام أريد منكم أن تحفظ الله في التواعي أريد منكم أن تحفظ الله في التواعي قال الإمام ألخاط المتفقين بالبيعقين أهو بكر أحمد بن الحسين رضي الله عنكم هذا الإمام كبير يعني هذا من أشفر خفاظ الله ومن أقوى الخبهات في نسبة الشافعي ما فيقول أسماء الله التوقفية شو يقول الخطط في البيعقين؟ أسماء الله التوقفية شو يعني؟ ما معنى أسماء الله التوقفية ورد الشر بها شو يعني؟ يعني ما وعدت في القرآن أنه من أسماء الله مطلبه عن الله وما وعدت في الحديث أي حديث؟ الصحيح السابق أنه من أسماء الله مطلبه عن الله شو يبعد للإشماء وما أشمع عليه المؤمنى أنه من أسماء الله مطلبه عن الله إذن ما فقال البيعاطيه أسماء الله توقيفية يعني ما فيما شيء تعرف تحكي برأيك وإحكي برأيك ماذا يقول إيه هذا الاسم حلو مطلبه على الله لا هذا النوع شو يقول العلمان الإسلام سمعوا يا إخوان العلمان الكبار يقولون لا أدخل للقياس في أسماء الله شفتوا هندنين مهدين؟ يعني ايه؟ مش برأيك برأيك تخيل إذا كان الوقت ويضعوا باسم عمكو على الله كون يصير رعي الله بالله فوضى فوضى شيء هذا لا يريد في الدين إذا كانت فوضى في أمور الدنيا طبيعة فكيف في أمور الدين؟ هي أشد قبحاً هي أشد قبحاً إذن لا دخل لا دخل للقياس في أسماء الله وما تطال الإمام باخل السنة؟ مين؟ أبو الحسن الأشعر أبو الحسن الأشعر الإمام العظيم يقول ما ورد في الكتاب ما ورد في الكتاب أو في السنة يعزابك الصليعة أو أشباع عليه الأمة مطلقه مع الله يعني إذا كنت ببتطبق اسم على الله ومعه لك بدي يقول ميرد في الكتاب أو سنة أو الإشعر ولكن مؤلنا سنة شوية بسر والصليعة ومن قال أيها بسر هذا النمر؟ ابن حشر العسقلان ابن حشر العسقلان وهلأ من أخلص قاعدين مهم شو يعني؟ قال ابنها ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه وما لا فلا يعني الشرح تقدم وهو شرح لهذه الطاعة ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه وما لا فلا شو يعني؟ ما ورد في الكتاب مع lu area هو أنه من أسماء الله أصكر الله به وما أمره فلا أسماء الله به ولا ن ACTب�و عن الله معي الكلام اذا ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه وما لا فلا ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه وما لا فلا ماذا يعني على نفسه؟ مش يعني روح لا نحن بنسبة لقلينا النفسه هي روح بالنسبة لنا النفسه هي روح أما إذا قلت قال الله عن نفسه يعني عن ذاته شوي عن نفسه يعني عن ذاته وذات الله حقيقة الله الذي لا يشكه للحظار الذي لا يشكه للحظار إذن لنقول الله طالع عن نفسه يعني عن زاده مش يعني عن روحه لا لأن الله ليس له روح لأن الله ليس له روح ولأن الله ليس روحا ولا تشرب الأورح ولا أوروح هو خالب الأوراح هو خالب الأوراح فليس لأوروح بل قال الفقير المحددون عبد الغني بإسماعيل أن أسيل بمشري من سمى الله روها كفر من سمى الله روها كفر الروح هذا شيء مخلوق الله تقابله إذا ما بتقول الله قال عن نفسه ما يعني عن نفسه عن ذاته عن ذاته أما بالنسبة لأنه النفسه هي الروح ويوقات أيضا قال عن نفسه يعني حتى في المخلوق إذا ربت قال عن نفسه كمان تنجب معنى قال عن ذاته يعني نفسه يعني ذاته عرفتو؟ مش بكل الأحوال تنجب معنى الروح فإذا الله ليس روحاً وليس له روح ولا يشتم الأهواح واضح الكلام؟ إذا نرجع للقاعدة ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه وما لا أهلا طيب حفظنا هم الضوءين؟ بعد فقاعهم شونيه؟ قال العلماء لا تسبدوا صفة كل لله بقول صحابي أو تابعين الله بارك الله ما يعني؟ تلاقيه كبير يعني حتى بقول صحابي ما لم يسقط في القوان أو السنة السابقة أو الإجمع لو ممي على صحابيين لا تفتقب على الله شفتوا لأوين؟ نجع لله لا تسقط صفة لله بقول صحابي أو تابعين يعني إذا كان بقول صحابي لا تسقط إذا كان بقول تابعين لا تسقط فهل تسقط بقول سيدكم؟ لا لا هل تسقط بقول محمد رابد النيميسي؟ هل تسقط بقول حسن أطرجي أو تابعين؟ لا إذا سمعوا قوائح نفظوها لا تسقطوا صفة لله بقول صحابي أو نادعين يعني من أجواهين جايب لك تقالي من كتب عم يقول لك شوف هذا التفسير الفلاني قال ابن عباس بس الله جالس تعلم أن هذا كذب وهذا افتراق ابن عباس أصبح من الله ولا يقول هذا ولو جدك أقول لك بغير الكتب هل ثبت في القرآن أو السنة السابقة لأول إجمع يطلب الشروس من الله لا لا فبغيرت هذا الكتب بالرد تعلم أن الكذب افتراق غير مقبول إذا أشغل جايب لك كميون كتب التريل كتب طيال كتب وعندول لك تعشوف من أسماء الله الكنز بتاعتكم كذب مقبول صديقين لأنه الكنز نورا بقتا من أسماء الله والكنزس مجمع وهذا ما يعنيه نعمل مسألة فلو جايب لك كمين كتب و ألف كتب و عشرين ألف كتب مرفوض مردود ليه؟ دعوا افتحوا القرآن الكريم افتحوا القرآن الكريم كم سورة القرآن؟ 214 قرآن كم سورة؟ 214 كم جاي على قد بعض المعلمات؟ ستة 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 و ستين واضح؟ طيب تفتح القرآن الكريم المتذور لإذره ما في إطلاق الكنز على الله ما في بسمية الله في الكنز تجي تجي معقول للأحاديث الصحيحة الصحيحة مش المكذوبة مش الموضوعة المكذوبة والموضوع فيها طارمات و بلات عم نفتح حديث ذلك عن المسؤول ما ورد ما ورد ما ورد إطلاق الكنز على الله ولا برد إطلاق الكنز فبغلت ذلك طيب إذا شويح قال لك شوف هذا الكنزة مني بتقول له لا تسلوا صحة الله من قول صحابي أو تابعي بتفر الموضوع من بها الموضوع إذن الآن بعد هذا التقديم ورد أن يطلع عندي مهمة من ملشة مهزر من أشياء أطلقت على الله لا هي من أسمانه ولا هي من اسمانه ولا هي من اسمانه ولا هي من اسمانه ولا هي من اسمانه يطلقها رعض الجمهان على الله والعياذ من الله بعدا وَهذا الأضاقين والاختواراء ما يشيره بطلتها مرتب ليس حبيثا نبويا وليس حبيثا كرسيا كذب يقولون فيه قال رسول الله قال الله قال الله تعالى كنت كنزا مخفيا فأحببت أن رعك فخلقت الخلط ليعرفوني كذب وفضاء وطل ودشل كذب المرتبون على كذب كذب الفوضى كذب خلينا نجي أول ما خلقتين من الفصاص والمحدثين والمؤلفين رد هذا الكلام وقالت أنه موضوع مجزو خلينا نجي نشوف شو معناتها العبارة شو معناتها العبارة قولهم قال الله تعالى أول مسألة كذب على الله وقولهم قال الرسول كذب على الرسول الرسول ما تقال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد وين طيب إذا كان الكذب على الرسول ينشو كفر فإن فإن نجر من الكفر لا ينشو من الكبيرة كذب على الله كذب على الرسول الرسول يقول من تعمد عليها المدير فليتأوأ أبعده من النار شو بيقول الحارس النووي فليتأغس لنجسه بطعا في جهنم في جهنم الرسول يقول من خذف عني بخذز الله وعنه مكذب فهو أحد الكاذبين الرسول يقول إن كذبا عليها ليس ككذب على أحد الرسول يقولون قولهم كنت كنسا ما هو الكنس؟ اسمه شمال يعني أثباب الفضة اللهاي يورقين شواهر والعمل العمل شمال إن كان بلاء أو بناني أو سوري أو تنبي أو هنبي أو سنالرنكي فرنسي سويسري شو ما كان هذا شمال وهيه؟ قولهم كنسا يعني سمنا بالله تعالى اسم المخلوق باسم ما يليده به سبحانا الكنس اسمه شمال وهذا لم يلد لا في كتاب ولا في السنة ولا في شمعتم لم يلد وتسمية الله بذلك كفر كفر يعني اللي بيقول الله لها اللي بيقول الله يا رقيق الله لآله شو بيكون هيدا؟ كيف؟ شو بيقول المهنين لك؟ منذين يتوا الطحاوة ومن وصف الله بمعنى؟ ما عرفوا؟ ما عرفوا؟ ما عرفوا شو معنى؟ بمعنى من معانى البشر؟ ما عرفوا بمعنى من معانى المخلوقين؟ ما قصوا بس البشر؟ ما قصوا انه الانس والجن والملائكة والفنان والجمادات والجمادات منذ ذلك كيف؟ فإذا انتبه أبو خنيفة والمهنة مشعا على هذا الطول لأنه في العقيدة الطحاوية التي أشفعت الأمة على قبولها وتلقاها الخلف عن السلف واعتنى بها الممام والألمة حفظاً ودراساً وشاقاً وتدريساً وتأريفاً طيب، ماذا يقول؟ ومن وصف الله بمعنى؟ من معانى البشر فقد كفر؟ هذه النقطة تدخي هذا الاختراق قوله من كنزاً هذا لا يليق بالله تسمية الله باسم الجمال تسمية الله بما لا يليق به وإطلاقك على الراهين تشبيه لله بخطه تشبيه لله بخطه اسمعوا لك مخفياً 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 اسم مفعول شو يعني؟ يعني غيره أخباب شو يعني؟ يعني جعل الضارات شيئاً عاجزاً غيره يتصرف فيه فينخبيه مش أنت المجي بتفر اللير بتحتك وتخبيها بتحفر وتدفن ما؟ بعض الناس يقولون كده والقصفة مصريات انت بتخبيهم وبعض الناس على سبيل المزح يروب تحت البلاطة وبقلب من خدم وتحت الفرشة وتحت الششرة وبالوينة وبالبردين هذا عشور على دفن من؟ همين؟ على دفن المصاير إذا نسمع مخفياً اسمه مفعول يعني غيره أخبابه أعوذ بالله حاشا الله أي أنهم جعلوا الله شيئاً عاجزاً ضعيفاً غيره يتصرف فيه فيخبئه أو يدخنه والعلاف بالله من هذا الكلام شرت معنا هذا الكلام ركيب وسخيف وغيره لا تكن بالله غيره لا تكن بالله مع السرجل مشي معنا هون؟ هلا اسمع قال الإيمان قال الإيمان المحدث الفقير المتبحر في فرق الناس والخلافات المنصور المنصور الملقّة عند المنائم المستاذ المستاذ عبدالطار الذي تبقاه التميقين أبو منصور البغنالين في بكابه عمرو قال المنصور هذا كان من ألف سنك أبو منصور البغنال كان من ألف سنك في أول قبل الخامس الهشر بـ 420 تقريباً في أول قبل الخامس الهشر دورفيا ما تقال في كتاب لي؟ أي كتاب؟ تفسير الأسمان والصفات شو اسموه؟ تفسير الأسمان والصفات أنتو معاودين تسمع بشيء الفرق وبين الفرق لا، اسموه الصفات هذا مش هاهلوه الاسماء والصفات للبغنال أما كتاب المنصور اسمه تفسير هالاسماء والصفات وهو مخطوط وموجود منه منه نصحة مخطوطة من ألف سنك شو بيقول؟ اسمعوا ولا يجوزوا تسمية الله بالكنز الأكبر من ألف سنك كتاب المخطوط موجودين ولا يجوزوا تسمية الله بالكنز الأكبر ولا اسمعوا ولا ولا بكنز الفقراء ولا بكنز الفقراء اسمعوا يقول؟ حيث حيث أجمعك الأمة على عدد تسمية الله بالكنز أجمعك الأمة على شو؟ على عدد تسمية الله بالكنز شو هذا الضغر من ألف سنك وعملوا من يجوز فأجمعك الأمة طيب شو ينخع بيقول؟ صور كلام ولا يجوزوا تسمية الله بالفقير ولو كانت معنى العالم العالم كنت من أسماء الله العالم والعديد هذا بلد في المؤان وفي الأحاديد طيب ليش أجمعك 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 أسمية الله بالفقير؟ قال لو أقصدت معنى العالم لو أصدت بكلمة فقير العالم قال ما أجمعك 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 الأمة الشرعة لا مورد في الشرعة ماذا عندنا أقول؟ ولا يجوزوا تسميته بالمستطيع ولو كانت من معنى القادر القادر ليه ورد القدير ورد المبتدر ورد هذا منee أما المستطيع ما ورد gak فمالل達 فشو عمي يقول من هالف سنة؟ قال ما يجوز بسمية الله بالمستطيع ولو فصلت معنى القادمة ليش؟ قال لأنه منكبت في الشرع إذن اسمع شو يقول ولا يجوز بسميةه طبيباً ولو كان بمعنى الشافي الشافي بتقول الله بالشافي شفاق الله شفاق الله أنت الطبيب لم يرد عن النهر من أسماء الله يجوز بسمية لقول لك بس أليس واقع من أبي بكر الصفير الطبيب المرطني؟ هذا طبعاً عن أبي بكر ولا وجود له في الكتاب ولا في الإجناع بل الذي ينكله من أبو منصور المبدال أنه لم يرد في الشرع وعلى خرق أنه لم يرد عن أبي بكر ما قد هو من أسماء الله؟ ما قد هو من أسماء الله على خرق أنه لم يرد فيه ولن نطلقه منه نحن لم نطلقه مع الله وهو نشد الزكاة القاعدة لا تسود صفة لله بقول صحابيه شفتم أحلى العلم؟ مشمع كالنقول إذن عم يقول ولا يجوز تسميته طبيباً ولو بالمعنى الشافي لأنه لم يرد في الشرع واقع كماناً طيب واسمعوا يا أخوان بعنا شرفت معنى لكلام المنسوب وأنه لا يجب بذاء وشؤال الإمام المنصور المبدال من ألف سنة وأنه لا يجب تسميته الله من ذلك والأمة أجمع منها على أن تسميته ذلك الآن اسمعوا من من اللبناء والفقفاء والفقهاء والمؤلفين ممن ردوا هذه الربارة التي يكونها بعض الناس ولها شهرة في تركيا في سوريا في لبنان عند بعض الأعيال الأشهر يكون عن الزنادر كنت كنزاً فاقفياً فأحبت براً أعرفاً فخلقوا الخلق ليعلموني الآن اسمعوا أخطوا ممن ردها الكلام العلماء والقبهاء منهم الحافظ السخاوي الحافظ السخاوي مين الحافظ السخاوي يرد هذا الكلام ويقول عنه إنه موضوع 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 مكتوب على الرسول وهذا في كتابه القول البهير فقال فقال الضعيف وقال المعراق في كتابه تنزيه وقال المعراق في كتابه تنزيه الشميعة المطروعة عن الأهاديث الشميعة دي شوفوا عن الأهاديث الشميعة المطوعة بعد الأعزام للديمي عن ابن عباس لم يذفع لده وفيه من لا أعرفهم يعني عنه عن السنة التيعه وأنه فيه علم وأنه ضعيف وأنه بي مساكد عن ابن عباس ثم إن هذا اللفظ وهذه الألفاظ لن تسلل لا في الكتاب ولا في سنة الصميعة ولا في إشماع الأمة واسمعوا الآن أيضا ممن قال إنه موضوع ورده مين الزرنشي في كتابه اللعابق المنزورة في الأهاديث المشهورة اللعابق المنزورة في الأهاديث المشهورة والمعروف بالتذكرة في الوسطنديم التذكرة في الأهاديث المشتهرة وقال الخافظ العسقلدي كما نقل عنه تلبيث الحافظ السفاري في إتابه المقاصد العسنة والخافظ الصيوطي في إتابه الدرر المنزورة في الأهاديث المشتهرة وقل علي قاري في إتابه الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة يعني المكثوبة والعشدوني في كتابه كشف الخفا إسماعيل العشدوني في أي كتاب؟ كشف الخفا ومحمد بن ترويش الفرد الكسيني في كتابه أي كتاب؟ كشف الخفا شو يعملنا؟ في كتابه المسمى أسمى الرقالب في أحاديث مختلفة بالمعادل والسخاطيف المقاصد يسهر ثم قال الأولاد مع العلالة محمد بن بوضو الصاري كان في كتابه الشجر الشجرة في الأحاديث المشتهرة وعبد الرحمن بن عالي الشيداني الشافعي في إداده التمييز شو يعني تمييز؟ اسمه تمييز وطير إلى الخبيث فيما يدور على أحسنة الناس من الحديث نصه على أن هذا الحديث من جملة الأحاديث التي لا أصدها وأن هذا الكلام المنسوب إلى الله كثماً وزوراً والذي يذكره بعض الأعيال المتصففة تساهلات منهم ومعناه خاسد ولفظه موضوع وخاسد وأنه غير سابق على رسول الله جملة 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 مصدر تبين أنه حديث موضوع شو يعني موضوع؟ مكذوب على الرسول مكذوب على الرسول وإما لا يشوت تسمية الله به قبر بعض الناس على الله تعالى وعياه لله العقل المدبر قبر بعض الناس وهذا في بعض قطب سيدته في كتابه المسمى الأصوير الفن في القنان وفي كتابه المسمى فصلاً طامات وبلايا بالتسبب هذا وما هو العقل أيها الأحبة؟ العقل صفة في الإنسان أو في الجن أو في البلاد واختلف العلمان في تعريف العقل اختلف العلمان في تعريف العقل فقال منهم صفة راسحة في الإنسان يميز بها الحسن من الطبيق يتكلم البعض وقال البعض هو عمله اسمع بين الدماء والقلب عمل العقل مين؟ بين الدماء والقلب وقال البعض هو نورٌ في القلب هو نورٌ في القلب تعريف طيب اسمع كل هذه التعريف يعني تعريف العقل على أنه وين؟ في القلب في الدماء بين القلب والدماء صفة يميز بها الإنسان أو المكلف يعني يعني يقوم عن صفة مخلوقة أو عن صفة أزلية وطورة يعني ماذا لا يشوص على الله الله أزلين الأبدين وصفاته أزلية الأبدية إذن العقل مخلوق والخالق لا يتصف بصفة مخلوقة والخالق لا يتصف بصفة مخلوقة إذن تسمية الله العقل المتكبر هذا الريحات في أسماء الله الله ما فقال وذور الذين يلخدون في أسماءه اتركوا اقتعبوا عن هؤلاء الذين يلخدون في أسماء الله وكذلك قوله ريشة مطبعة تعوثوا بالله يقولون عن الله ريشة حاشا لله فنزه الرواق فتدس الله قال إخواني الريشة إن كانت من البهات هل يليه أن يقال إن الله تعالى ريشة ولو قيل أعزعهم في معنى الإبداع فهذا لا معنى لهم لأن هذه التسمية وهذا الأطاق على الله فروجه من الإسلام شمي يعني ليش؟ هيك المسخون الله برريشة وقد حصلت حامثة بسبب هذه الأسألة مع الدكتور محاضر من جماعة زي قطف من جامعة العربية ومع بعض الشباب الذين كانوا درسوا العبيدة في محاضرة مع الدكتور هذا الدكتور من آل فروخ توفيها في المحاضرة قام يدفع زي قطف في هذه المسألة ونصب نفسه محميًا عن زي قطف ونذكرنا على المعنى المجلسي وقصفه على زعمه الإبداع والمصفير وهذا كلام لي المكهول لأنه أصبح لكم تعرفوا إنه المجاز أقسامه ومجاز الأشبيه لحق الله غير مكهول مجاز الأشبيه لا يجبز على الله ولا يصح من حيث العقيدة واللغة والقرآن لأنه إذا كانت أقول معنى المجازين بيجي معنى بيقول الله جبر ويقول أردت معنى الهوة والشموخ هل هذا يقبل؟ لا لا سيجي منهم بيقول الله أسك بيقول أردت معنى الأيبة والهوة هل يقبل؟ لا سيجي منهم بيقول الله عسل أردت معنى ماذا مع زحمه؟ الطيبة. هل هذا لكم؟ لا. إذن مجاز التشبيه لحب الله ليه جائس. مجاز التشبيه لحب الله ليه جائس. ماذا بنا نتخيل؟ نتخلص نها. ما أطلق الله؟ اسمان الله؟ اسمان الله؟ من القاعدة الثالثة؟ لا تسكر صفكم لله من قول صحابيين أو تابعين. لا تسكر صفكم لله من قول صحابيين أو تابعين. لا تسكر صفكم لله من قول صحابيين أو تابعين. معروف هذا الدكتور، يدافع زي قضو أنه قوله الله ليش القبعة على زعان منه نفر ويخال. الشاب والاشتبالي اللي عمي يقشونه بديليه الدكتور يحت guardianة بالجامعة، رفعينه، قالوا مطفض، قالوا الدكتور تروج، بان برينا اسأل السؤال وضع الدكتور فروش وضع وزاك وحده ونطفق ونقبل بالأصمع على الشب اللي سميه فروش لدكتور فروش قال نو بشو هتقلت الادب وانا احترام قاعديني اجنابها دكتور انا انت معك تعملني فروش او انت عبدور يا رب العالمين ليش انت ضرور تعملني فروش وقبلين المسيقون بيسمي رب العالمين ليشه فخلص الدكتور الدكتور اكل الفروش هل يطال فس فس اما قبلين انت فروش قبلين تكون عبد العالمين ليشه يا جهان كاسا غيف شفته يقول اهلا ورعك نسيع اكتب الادب قال او مصر المبلاد الطالرة بعد اليوم انه مرسي وقال الطحان الطالرة وحني فروح الحديث والاين بده عزاك ويتخسك بده يتحطط بده يحكيه دخل المجالز ودخل من المبع المجالز هون الله منطبها الاشتاء بكلمة اهلكتو بين الناس والطلاب خلص ما قال ليه والدكتور دكتور فروش يعني هل فروش مع دكتور ما قال ليه ما قال ليه هو اليد يسمي رب العالمية ريشي شور المقناطقين الكزابين التشارين بس بشاندينهم عن زعامهم على المطر بس بشاندينهم عن زعامهم على المصل والطلال اي عاقل ينقبل اي نسمى الله ليشها اي عاقل ينقبل هذا استخدامهم لله هذا استخدامهم لله هذا إيهاد في اسماء الله إيهاد وهكذا لا يجوش أسمية الله من المصدر ولا تننبع ولا باللوحة إلهية ولا بالوصم ولا بالسبب الأول ولا بالقوة الخارقة ولا بالقوة الخارقة ولا بالقوة الخارقة ولا بالقوة التي مرار الكم ولا باليب الخفية ولا باليب الخفية ولا باليب الذي خلقت الكم ولا بالنبع ولا بالمصدر ولا بالعيد ولا بالسبب كل هذي اسمين مصيبات للمخلوقين للمخلوقين يجي وإيه؟ دكتور يقلق كتاب يقول عرب العالمين علاة العلاة ويقول عن الله سمعوا عبارته صريحة يقول ما هنا العلاة التي أخرجة بالكوم من العلم فجعلت في أول مدارش الوجود شو يعني؟ شو يعني؟ يعني العلاة هي الخاطئة يعني عبارته العرب من العالمين هو العلاة شو برجع عن يقول العلاة الكبرى شو برجع عن يقول علاة العلاة ببعار شايفنا رحمة الله عليه وكان شايفنا بخمص وهذا البطول كان بدمشق ببعار واحد شايفنا رجل طيب من جمعين الشيء اسقوا الحجنين مستهيل معه على طيبة حياة الله يمع فيه ويبارد فيه ومع فيه ورسألوه ما عم نستشل جميل عم نستشل برجل حي ببعار الشيء من خمص إلى المشق عند هدى الدكتور يقول والده كان من العلماء والده كان من العلماء من أخشبني في الطريقة وشاكري وفقير شايف عنده وكان بيته يخترب الشيء كثير ويقدر الشيء ويوهر له ويثني عليه والشيء يفعله كمانا والدكتور فلما عرف والدكتور المشيء يفعله والمروم وروح المشيء على خمص الشيء يفعله في السيارة من دي أشكلة خمص مع المشيء يفعله ويأتي معه شرح له شو معنات العلماء في دومة العرب قلوا هذا ذلك الحم لله والعلماء معناها الطرق العلماء معناها القرق بسمع معي إذا لتقل لي أن علم عند الفلاسفة ليس معناها مرض ويقول لك كمان على معنى علم عند الفلاسفة اقربه على الله وفقه ناخر دعاكم ليش؟ لأن عندهم أن الله تعالى هو علم في وجود أنه غير خالق بالاختيار وهذا مفوتين منهم عرفتو؟ أن ما يقول الله له إرادة الماختيار فأرجى للكوم باختياره رب عاملهم وكذبهم ماذا قال؟ وربك يخذب ما يشاف ويختار أنه بيقولوا وجود الله على زعنه علة وجود الكون ما بيقولوا الكون؟ يخطر الله يعني الله في الطورة عملنا بالأصبع حضرت بالأصبع شو تحولك؟ حضرتها علة تحور بالغاق شو هو الأصبع؟ نحضرت بالأصبع على زعنه هيك الله العالم على زعنه مثل الشمس عيلة لوجود الضوط عنها هيك الله العالم على زعنه يعني الله ليس خالقا من الاختيار لا فإذا بدكول العيلة عندك فلاسك كمان تخطر مقالك محرج المقالك محرج ولا تهضر حكيروا الشيء شو أحيو؟ وقدروا العيلة بتأتي عندها في لغة العرب بنعنى السبب وهذا مخلوق بنعنى الله وهذا مخلوق تيّنوا بيّنوا 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 شو أحيو؟ شو قال الدكتور الكاسيب؟ الدكتور الكاسيب خربيج مصف وقاله شو أحيه سوريا والعالم الذي يبقى العالم وقاله تأليفات محاضر بالجمعان الدكتور الكاسيب شو قاله للشيخ؟ قال له أعيده يا أستاذ كان يسمى الشيخ للأستاذ وعنده بيسيلي منه بيخط طيب كنت إلى الشيخ الجليل إلى الشيخ الجليل الأستاذ عبد الله الرغم بيخط إيده ليسيلي عنه كيف فيها السنة العندات التي فعل الله به وقاله 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 لماذا ستقل له كذلك؟ اسمعوا شؤاله أعيدك يا أستاذ أن أغير فالطبعة الثانية كانت طبعه أعيدك يا أستاذ أن أغير من طبعة الثانية من طبع الكتاب من تسعة وعشرين من طبعة ولم يهيد تعرفتم ليش عاديكم قالت كتور الكساب الخاكم قال له أعيدك فوعا ولم يفيد تسعة وعشرين من طبعة من طبع الكتاب وخال فيها بالكلام اللي هو قصه وغروجه بالإسلام كيف يجيز من يكون عدده عينة وعينة تعرف شو معنات عينة وعينة مرض والطبع تعرف شو معنات العينة مرض وإذا أردت لي معك السبب السبب أخدوق وإذا أردت العينة عند الكلاسي أشرح لكم شو معناته يعني على الكشوه البلدة اطلاقوا علّة على الله على الكشوه البلدة اطلاقوا علّة على الله من كفر سمعوا كيف تجيز بنفسك أن تقول العلّة مؤخرجت الكون إلى العالم حسن الله فجعلتكم في أول مدارج الموجود والآن سمعوا بل وانظروا صورتوا لكم الكتاب الذي يبين أن من سمى الله تعالى علّةً أو سبباً فهو كافر هذا الكتاب هذا الكتاب نصور إليه والكتاب موجود عني بس اتبعه لما نصور دينا نجيب دينا ما فينا نحكي يعني نحمل الكتب الكتب موجودة هذا الكتاب كتاب المستامرة في شرح المستاية وفي علم الكلام للجمال الأمي الشريف ينقل عن منه بصحيفة ٢٨ هو الكتاب موجودة بصحيفة ٢٨ ينقل ينقل عن أحد كبار الفقهاء الحنفية ولشهرته ومروته عندهم بشو لطبوا؟ بركن الإسلام الملطب عندهم بركن الإسلام شو اسمه؟ علي السهدي اسمعوا ما ما يقول من سمى الله علةً أو سببًا كفر هذا الكتاب هذا من قريب ٢٠٠ سن يعني نحن ماشينا بجليل عملهم مجرعهم بالعالمين العيلة ودعاهم الشيط للمناظرة وذهبت أنا إلى بيته وقال لي الشيط رحمه الله قلوه للمناظرة فهرب حقيقه قال موجود انتظرنا عند الله ما كان يخرج ما كان يتجرى أي قابل لذهبنا نحن إلى دمشق إلى بيته ووقف عند بابه الشيط جمال صدر كان مفروض والهجرة بيغي مشقية ومعنى رابع أظن شخص من البطاع دخلنا وانتظرنا حفينوا عن يومنا جلدي موجود قلنا له في ذيوف من بيور والشيط فلين ما كان يخرج ماذا شرط أي قابلان بعدين الشيط قال يعمل عليه ربنا فعمل كتاب بالدليل بالعلم بالدليل بالعلم لأقوال العلماء فإذا أي شرع من الله هذه كيف تتجرع تسمي الله بعلا بالعلم هذا شرع لله هذا استخاف لله وهذا كتاب آخر صورته ظاهرة لكم من بين العلم هذه صورته ظاهرة لمين الشيخ العلاف عبد المريم الإسماعيل النافسي الفتح غرباني والظل غرماني يقول ويتفرع عن الكفر عن كفر كمان اليونان الذين يسمون من فلاسفة حيث يعتقدون أن الله هو علا في العيال شاهدتم طلع رجل شور من فلاسفة اليونان ونظرت في عاصر ونكذب على الناس طلع من فلاسفة اليونان هذا الفقيم لمشت ومحدث وعالف عم يقول تسمية الله من عيلة العيلة الكفر هذا من كفر فلاسفة اليونان من كفر فلاسفة اليونان لذلك يا إخواني هذا الدكتور لو قيل له هل تقبل أن يقال لك دكتور عيلة على شو دكتور فروش يفكرينها وهذا لو قاربت دكتور عيلة يوبال شو يوبال لو قاربت مش عيلة ويتة هي دكتور عيلة في العيلة يوبال يعطيها إيهانة وشكينة ليلة طيب إذا قالوا له مش عيلة أبو عيلة يعني سموره أبو عيلة هم يجيزه ذلك لا يجيزه طيب إذا كان لا على ناشتهم ولا على ناشتهم كيف أجازة ذلك أن يطلع على الله ثم اسمعوا الآن معي عند العامة فيه عند العامة حتى ما يكون يعطيك باللغة العربية ومعينة باللغة وعند اللي تدرك خلوكم تعمل عند العوان عند العوان بالشوالع إذا وجد قلبة ثانية وما كان يجيزها بعيلة وقاعد في العزاء عم يحكي معه ويجيز ويتقذر وما كان يفهم أنه عليتي لقلبي على قلبك شو معنى فايدة؟ شو معنى فايدة؟ هدا فاديك أو زن؟ يقولي يعني يلتي لقلبي يعني مرطي لقلبي مرطي يعني هل ليس العامة بتصميم هذا؟ ولم يقوم عنه عند اللي والب هل تدرك عنه؟ لا ومن عليه وهل تدرك عنه؟ وهل تدرك عنه؟ يعني لا بلوة العرب ولا عند الخلاسفة ولا عند اليونان ولا عند العامة ولا ولا عند علماء عبد الله ولا مصرش ولا مصرش ولا نهرب ولا مصرش كيف يجيز أن يطلع عن الله عدة العلم؟ كيف يجيز أن يطلع عن الله المصر؟ والمنبع؟ وهذا تشفيره لله من خرده؟ قولوا قال أبو حنيفة رضي الله عنه ومن وصف الله بمعنى في معنى بمعنى البشر أقطتكفر